ثم أدعو ثم أدعو للفنانة الجميلة تصار الشراح هذا موضوع الموضوع الثاني بشار البلام بشار البلام هذا الفنان الجميل اللي أسعدنا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جناته هذا إنسان الودود الباسم الضاحك اللي لو تسيله ما يسيلك لو تغلط عليه ما يردلك الغلط بغلاط مو ضعف ولا قصر لسان ولا أخلاق وتربية واحترام وإنسان صار رائع مشار البلام مشار البلام أول سنة في رمضان موجود في عدد من المسلسلات ولكن جسدا لم يعد بيننا شيء مؤلم لكن هو قضاء الله وقدره وإحنا كنا مؤمنين لا نعترض على قضاء الله وقدره هذا يوم من يوم ما الله يعني ياب الدنيا هو استوفى حياته لكن الوداع أو الفراق صعب خصوصا لما يكون صدمة يعني كلنا لما هو دش المستشفى يلا ما يخالف يا مشاري إن شاء الله بتطلع يا بو صالح أمورك إن شاء الله طيبة تدهورة الحالة تدشل العناية إن شاء الله يقوم إن شاء الله ما يشنو توقف القلب نعشوه إن شاء الله الله كاتب لك بإذن الله تستقر الحالة يطلع وداعا من روعته وداعا مشار البلام يستحق أننا ندعي له بالرحمة يستحق على كثير ما أضحكنا والنسنا دائما وجودة بهجة وسعادة يعني ما يصير إن عندك مثل مشار البلام في مكان ما تتحرش فيه عشان تضحك لأن ردة فعلة عجيبة الله يرحمك يا مشاري ويسكنك فسيح جناتها إن شاء الله الحين أنت في الفردوس الأعلى بجناتها لا جوع ولا عطش يا رب أنت إنسان زين إن شاء الله أنت الحين في مكان زين وزين وزين الحين بتحجي عن موضوع آخر حاوة ما تحجي عن موضوع آخر شكرا